لحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل نفس زائقات الموت لقيت طبيب الجراح جمال الدويني استشار الجراحة العامة بمستشفى المينيا العام ابن مركز سامنلوت بمحافظة المينيا مسرعه متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يصدق لها مع أسرته أثناء عودته لمحافظة المينيا كما لقيت زوجته الدكتورة هناء فيصل طبيبة العلاج الطبيعي وابنها الأصغر إبراهيم جمال الدويني عشر سنوات مسرعهم وأصيبت ابنتها مريم 18 سنة وشقيقتها ملك 11 عاما بغيبوبة وده بسبب انقلاب سيارة ملاكي خاصة بهم بطريق الزعفة رانا بباني سويف بالقرب من محافظة البحر الأحمر ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى باني سويف الجامعي كما تلقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن باني سويف اختارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفة رانا بباني سويف بالكيلو 80 اتجاه باني سويف بالقرب من محافظة البحر الأحمر كما تم التوجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وإخلاق المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى واتفاز كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفعلا هي مأساة بكل المقاييس لما تلاتة يتوفوا في يوم واحد وفي ساعة واحدة ومن أسرة واحدة أكيد طبعا مأساة ومأساة كبيرة جدا ربنا طبعا يرحمهم رحمة وساعة والدكتور جمال كان معروف عنه ان إنسان شهمه بيحب يساعد الغلابة وأيضا زوجته الدكتورة هناء معروفة عنها إنها بتحب تساعد أي شخص محتاج وبتحب تعمل خير كتير جدا وإحنا بنتمنى إن ربنا يرحمها رحمة وساعة هي وزوجها الدكتور جمال وابنهم إبراهيم طبعا ربنا يرحمه رحمة وساعة ويشفى أبنائهم ملك ومريم ويشفيهم شفاء لا يغادر سخما يا رب العالمين ويرحم أبويهم رحمة وساعة وإنا لله وإنا إليه راجعون